الوداد فرقة لو فرقت المباراة النهاردة وحتى المباراة الماضية عندهم نقطة كوة واضحة جدا يا كابتر رامش كرات السبت كرات السبت والعرضية المتحركة يعني هنا أو هنا هي الفرقة بتاعت شمال أفريقيا كلها كده معروفة يعني والله بص أنا كنت على طول يعني أنا هقولك على واقعة مثلا الناس دي كانت متمرسة جدا أنا مثلا وأنا في منتخب الشباب احنا كمنا بنلعب بطولة في إيطاليا والدية بنلعب منتخب تونس أنا الراجل الرأس حربة اللي كنت بلعب عليه عادي أنا مساك وهو رأس حربة ففيه بيننا عادي يعني منوشات كده خفيفة أنا طلعت في كورة لي هجمة كورنر لينا هو رجع مدافع معايا هو عمل ايه؟ هو كورة طلعبت جواة 18 سابق كورة ولعب دماغي يعني هو قاصد هو مش بيفكر في حاجة غير أنه هو سابق كورة وأكنه بيلعب كورة بس بيلعب دماغي هنا في الجمع فانزلني على الأرض فسبح الله من ساعتها غير كنت أسمع مثلا الإسماعيلي لما كانوا بيروحوا اللعب والتراجي كان فيه رادي الجعاي دي مشفور جدا طبعا من أهم المدافعين التراجي فيه عارف أنت الكريمات بتاعت التسخين اللي هي زي الموف الحاجات دي اللي هي بتبقى حامية جدا دي دي بتعملها على العضل عشان تسخن عضل دا كان بينزل بها في قدية في قدية في كورنر أو في كورة سابتة أو حاجة بتلاقيها في عينك فالناس دي بص كما لو ستولي التونس أنا بكلمك في حاجات يعني بص الناس دي في حتة تانية في الحاجات دي لأ يعني هم متخصصين بقى بأي طريقة وشوفنا على فترات كبيرة جدا لما بنيجي اللعب الفرق ديت لأ يعني أقوية جدا في الكورات السابتة أقوية جدا لما بنية